النهاردة الأهلي أحييت آماله مرة أخرى الأهلي مازال عنده أمل في استكمال البطولة الإفريقية والخروج والوصول من دور المجموعات إلى المباريات الفاصلة سان داونز استطاع أن يتعادل هو الهلال اللي يتعادل سان داونز كان متقدم 1-0 ما كان على ملعب الهلال في السودان الشقيق ولكن نتيجة خرجت 1-1 وأضاع الهلال ضربة جزاء في البيئة 91 وسط تحكيم سيء بالفعل ولكن في النهاية عادت الكرة إلى ملعب الأهلي بعد أن كانت بأقدام الآخرين الزمالك للأسف فقدم الفريق الثاني لمصر في هذه البطولة وأنا بقول مصر لأنه بيقوله الزمالك المصري والأهل المصري وفيوتشر المصري وبرامدز المصري فاسمه مصري في كل نادي بيمثل مصري خارج إطارها سواء إفريقيا أو عالميا بتقال عليه الفريق المصري الزمالك خسر 2-0 بلوزداد مبارح وكده الترجي بلوزداد هم اللي حيصعدوا من هذه المجموعة نتمنى الأهل حلعب يوم 31 مارس فرص الأهلي الأهلي لو فاز هيبقى متعادل مع الهلال السوداني 10 نقاط بعشر نقاط ولكن الأفضلية هيبقى الأهلي متقدم بهدف هم الآن كل واحد لفرق ثلاث أهداف طيب هل هذه النتيجة الوحيدة هي النتيجة الأفضل للأهلي أن تكون 1-0 أو طبعا 2-0 الأهلي يصعد 3-0 الأهلي يصعد لكن 2-1 الهلال يصعد 3-2 الهلال يصعد يعني أي فرق بعد 1-0 لو الهلال جاب جون وانت فرق عنه جون الهلال الي يصعد إذن الأهلي أمامه تحدي صعب جدا وأنا من هنا عندي مناجدتين مناجدة للسيد وزير الداخلية المحترم أن يسمح بزيادة أعداد الجماهير في هذه المباراة الأهلي محتاج يبقى الأستاذ مليان وجماهيره حوالي هذه هي المناجدة الأولى وأنا أثق في حكمة ورؤية وزير الداخلية اتنين الجماهير الجماهير الأهلي العظيم هذا التحدي إذا سمح بأي أعداد علينا أن نقدم صورة راقية للجمهور أن نحافظ على المدرجات أن لا يكون هناك خروج على النص إحنا رحين نشجع كورة نحترم الكورة ونشجع فرقنا أن نثبت أن احنا قد المسئولية وأن احنا فقط خلف النادي بتاعنا بنشجعه أتمنى ذلك ترجمة نانسي قنقر